شهد الرئيس عبد الفتح السيسي احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصلحية الجديدة بمحافظة الشرقية وهنأ الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال عاملات وعمال مصر الأوفياء مؤكدا أن التاريخ سجل دوما بحروف من نور دور العمال المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم إليكم جميعا بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في تقدم وازدهار عاملات وعمال مصر الأوفياء لقد سجل التاريخ دوما بحروف من نور دوركم دوركم المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس العمل تقديس المصريين للعمل تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشابخة التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإصرار والتحدي والكفاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر